اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن حمى البحر الابيض المتوسط العائلية Family Mediterranean Fever واللي هي احد اسباب الهجمات المتكررة من ارتفاع درجة الحرارة ممكن مع قلم في البطن او قلم في المفاصل او قلم في الصدر وما تنساش في البداية اعمل اللي لايك للفيديو حمى البحر الابيض المتوسط العائلية ده مرض وراسي يعني بيمشي في العائلات Family خصوصا في الناس اللي اصلها او وطنها الاصلي حول البحر الابيض المتوسط زي العرب واليهود والايطاليين والارمينيين وغيرهم وعشان السفر والتزاوج من الاجانب بقى كتير فممكن دلوقتي تلاقيه في اي جنس او اي عرق تقريبا والمشكلة الوراثية دي بتكون عبارة عن طفارات في جين معين اسمه M.E.F.V التفارات في الجين ده هي دي اللي بتسبب الهجمات المتكررة من ارتفاع درجة الحرارة مع التهاب في بعض الاغشية اسمها سيروزا غشاء مثلا زي الغشاء البروتوني اللي موجود في البطن اللي حوالين الامعاء يحصل فيه التهاب والعيان يجي له قلم في بطنه او بلورا اللي هو الغشاء اللي حوالين الرئة يحصل فيه التهاب والعيان يجيه بقلم في الصدر او الالتهاب في المفاصل والاغشية بتاعت المفاصل والعيان يجيه بقلم في المفاصل وفي بعض الحالات النادرة او القليلة ممكن يحصل حاجة اسمها أميليدوزيز يعني كمية بروتين معين اسمه أميليد بروتين بتزيد في الجسم بسبب الفاميليا المديترينيان فيفر او حمى البحر الابيض المتوسط العائلية دي والبروتين ده ممكن يترسب على الكلة ويسبب مشاكل فيها ويحصل بروتونوريا او ان كمية البروتين في البول تزيد ويحصل مشاكل في وظائف الكلة بعد كده وممكن يعمل فشل كلوي لكن دي حالات قليلة بالنسبة للأعراض الأعراض الكلاسيكية ان العيان بيجيله ارتفاع درجة حرارة في أوقات متكررة هجمات متكررة ممكن عياني يجي يقولك انا كل شهر بيجيلي ارتفاع في درجة الحرارة مع حاجة من اللي انا هقولها دي او ارتفاع في درجة الحرارة بس ممكن يقولك معايا ألم في البطن كل شهر يجيلي ارتفاع درجة حرارة مع ألم في البطن حتى ان ممكن بعض الناس تحسبوا التهاب زائدة دودية او ممكن بعض الناس تحسبوا مغس مراري بسبب المرارة او ناس تحسبوا مغس كلوي بسبب الجهاز البولي واحيانا بعض المرضى يعمل عملية الزايدة بدون داعي او عملية المرارة بدون داعي لان التشخيص بيبقى الى حد ما صعب في البداية ولو ما خدناش هستر كويس او تاريخ مرض كويس من العيان ممكن يعمل العمليات دي او ممكن العيان ييجي معايا ألم في المفاصل يقولك مثلا انا كل شهر بيجيلي ارتفاع درجة حرارة وألم في الرجبتين وتورم في الرجبتين او مثلا في مفصل الأنكل اللي هو عند الكعب او مثلا في الرست مع ارتفاع درجة حرارة او يقولك انا بيجيلي الم في الصدر مع ارتفاع درجة حرارة نتيجة التهاب الغشاء المغلف للرئة زي ما قلنا وبعض المرضى بنسبة قليلة ممكن يحصل معاهم بلورا الافيوجن اللي هو تجمع سوائل في الغشاء ده حوالين الرئة دي كده اشهر الحاجات اللي بتيجي مع حمى البحر الابيض المتوسط العائلية لكن بعض المرضى ممكن يحصل معاهم التهاب في الغشاء المغلف للقلب بريكاردايتس وييجي برضو بألم في الصدر مع ارتفاع درجة الحرارة بعض المرضى ممكن يحصل معاهم راش او طفح جلدي خصوصا تحت الرجبتين بعض المرضى الزكور ممكن يحصل معاهم ألم في الخصية خصية واحدة يحصل فيها ألم والتهاب وتورم وممكن نحسبه تستيكولور تورشان اللي هو التواء الخصية ودي حالة طوارئ وما يكونش فيه التواء ولا حاجة بعض المرضى ممكن ييجي معاهم صداع في معظم الأحوال الهجمات دي بتستمر من يومين لتلات ايام وبعد كده بتخفل وحدها والعيان بيرجع لطبيعته مع عادة بس التهاب المفاصل ده اللي ممكن يستمر زيادة شوية وزي ما قلتلك ممكن العيان ييجي بارتفاع درجة حرارة فقط يعني كل فترة كده ارتفاع درجة حرارة بدون سبب واضح بالنسبة للفحوصات والتشخيص حم البحر الأبيض المتوسط العائلية بتتشخص كلينيكل كلينيكل يعني بمجرد الكشف على العيان وانك تاخد تاريخ مرضي منه بعناية وتستبعد الأسباب التانية اللي ممكن تكون هي السبب كده يبقى انت شخصت المريض عيان عمال يجيله ارتفاع درجة حرارة بشكل متكرر معه ألم في المفاصل وما فيش سبب تاني مثلا مفيش روماتويد مفيش زئبة حمرة مفيش حاجة تانية وحاليا دلوقتي فيه تحليل جيني لحم البحر الأبيض المتوسط تحليل بيشوف التفارات اللي موجودة في الجين لكنه بيشوف تفارات كتيرة مش كلها مش كل التفارات عشان كده التحليل ده لو طلع ايجابي والعيان عنده اعراض ساعتها بنقول ان التحليل ده مشخص ان التحليل ده يقولك ان العيان عنده حمى بحر أبيض متوسط عائلية أما لو طلع سلبي والعيان عنده اعراض فهو لا ينفي التشخيص مش تقول التحليل سلبي يبقى العيان ما عندهوش لا احنا بنقول هو بيكتشف العديد من التفارات وليس كل التفارات والتشخيص في النهاية ممكن وقت الهجمة تعمل للعيان تحليل صور الدم كاملة أحيانا نلاقي كرات الدم البيضة عالية طبعا هنعمل CRP و ESR بيطلعوا عاليين وقت الهجمة فيبرونجين ممكن يكون عالي برضو وقت الهجمة وبعد الهجمة ما تنتهي تلاقي كل الحاجات دي رجعت لطبعتها تعمل للعيان تحليل بول يورين أناليسيز عشان تشوف فيه بروتينوريا ولا لا فيه بروتين بينزل في البول ولا لا عشان لو انت شاكك في أميلو دوزيز وتعمل للعيان وظائف كلا يوريا وكرياتينين ولو فيه بروتينوريا بالفعل أو فيه مشكلة ممكن تعمل للعيان بايوبسي أو عينة عينة من الكلا أو عينة من الريكتال ميوكوزا الأغشية المبطنة للمستقيم عشان تشوف الأميلو دوزيز موجود ولا لا كمان مثلا انت لو شاكك أن العيان عنده بلورال إفيوجين أو تجمع مية في الغشاء اللي حوالين الرئة ممكن تعمله شست إكسري أو أشاعة عادية على الصدر وهكذا وبالنسبة للعلاج علاج حمى البحر الأبيض المتوسط العائلية أول حاجة رقم واحد والخط الأول والمشهور هو كلشيسين علاج فعال جدا وآمن كويس جدا في العلاج وفي الوقاية من الهجمات الجديدة وفي إنه يمنع الأميلو دوزيز أو تأثير الحمى دي على الكلا أحيانا حتى بيستخدموه في التشخيص يعني لو انت شاكك في عيان كده تقول هو حمى بحر أبيض ولا لا ممكن بيدولوا كلشيسين ويشوف الاستجابة بيلاقوا استجابة رهيبة للكلشيسين فيقولوا إن التشخيص كده مظبوط العيان اللي تشخص بالفعل بنمشي على جرعة 0.5 ميلي جرام كل 12 ساعة وممكن بعد 3 شهور لو ما فيش استجابة كافية نزود الجرعة نخليه 3 مرات في اليوم أو 4 مرات في اليوم الجرعة القصوى بتاعتنا هي 2.4 ميلي جرام في اليوم وهو بيتاخد في الحمل والرضاعة عادي المفروض إن المريض بيمشي عليه طول العمر لكن المريض لو قعد 5 سنين مستمر على الكلشيسين وما فيش هجمات بتحصله والESR والCRB طبيعيين فممكن نقلل جرعة الكلشيسين أو نوقفه بس باستشارة خبير في هذا المجال لكن دي نسبة قليلة معظم الحالات هتستمر عليه طول العمر بنراقب بس وظائف الكبد مع العيان اللي بياخد كلشيسين ولو لقناها زادت أكتر من 2 فولد بنقلل الجرعة وبرضو العيان لو معها فشل كلوي بنقلل الجرعة في بعض المرضى اللي هم من الأصل الأشكنازي جيوس اليهود الأشكناز أو الأمريكان دول بيكون عندهم الهجمات نادرة أو قليلة جدا جدا يعني مش متكررة كتير ممكن استخدم بعض المسكنات لو عيان عنده التهاب مزمن في المفاصل ممكن استخدم بعض الأدوية اللي بيستخدموها في الروماتويت استخدمها هنا أحيانا نستخدم الكورتيزون سواء سيستيميك للجسم كله أو بالحقن في المفاصل أو استخدم المسكنات العادية ولو العيان عنده فشل في وظائف الكلة فطبعا يعمل غسيل كلوي وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم